بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم من جديد معكم احمد الجرنوسي وان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة عدم ظهور البرتشنات اثناء تثبيت الويندوز طبعا المشكلة غالبا بتظهر في ويندوز سيفن انا شخصيا ما قبلتهاش غير في ويندوز سيفن بس كنت عملت لها شرحة قبل كده بتلات طرق مختلفة كان منهم انك تفرمت الهارد اسك بتاعك وللاسف برضو في بعض الشروحات عاملة موضوع كامل عن المشكلة دي ولكن بانك تفرمت الهارد وكله او تحوله من جي بي تي لام بي ار دي امتداد خاصة بعملية الفورميت للهارد اسك طبعا وبيحل المشكلة دي ولكن انت بتخسر كل بياناتك على الهارد اسك او بتضطر انك تنقل ها وبتاخد وقت وتدخل في متاهات فان شاء الله في الحلقة دي هنشوف ازاي تحل المشكلة دي بالضبط وايه هي اصلا سبب المشكلة دي لان الاسف في بعض الناس اللي بشرحوهم ما بيقولوش السبب بتاع المشكلة ما عرفش في الحقيقة هم مش عارفين ولا عاوزين يقصروا الموضوع وما يفيدوش الراجل اللي جاي يشوف المشكلة دي ويعرف سببها زي ما هي شايفين او زي ما انت شايف الرسالة قدامك بتقول ان اه او دي في دي درايف درايف درايفر اس ميسنج فملخص الرسالة دي كلها انه بيقولك ان في حاجة في التعريفات نقصة هو مش قادر يلاقيها فبالتالي بيقولك حط له سي دي او دي في دي او حتى الفلاشة بتاعتك وحط عليها التعريف المطلوب ده طبعا لو انت معاك استوانة التعريفات بتاعتك بتاخد الاستوانة تحطها في الجهاز بتاعك وتدور في التعريفات الخاصة به وغالبا بتكون في تعريفات الساتة او تعريف يكون فيه على وكتجربة للموضوع ده عملتلكم شرح على لاب موجود عندي لاب نوع ودل وحليت الموضوع ده الحمد لله باكتر من طريقة فتعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. فانا على سبيل المسال معايا لاب من نوع دل بشوف الموديل بتاعه وبروح للشركة او الموقع الرسمي بتاع الشركة اه علشان انزل التعريفات بتروح لجوجل على طول تكتب اسم اللاب او نوع اللاب توب بتاعك كامل يعني مسلا ده لينوفو جي خمسين تمانين بتكتبوا لينوفو جي خمسين تمانين درايفرز دولود فبيجيب لك اول موقع او تاني موقع غالبا بيكون الموقع الرسمي فبتدور على تعريفات خاصة بي اه الريد او بتلاقيها اي اتش سي اي سلاش او على يعني ار اي اي دي درايفر وغالبا بتلاقي التعريف بيكون مكتوب انتل وبنكوسين ار بعد كده اه رابد تكنولوجي درايفر فهو ده التعريف اللي انت هتنزله بتاخده وتنقله على فلاشة او على سطوانة بعد كده بتوصل الفلاشة او السطوانة بالجهاز بتاعك وبتعمل او استعراض وبتختار الملف اللي فيه التعريفات من خلال الفلاشة او السطوانة سبب المشكلة اللي هي اكتر من سبب هو ان بعض الاجهزة او اللبات بتيجي مقفولة اصلا ما بنفعش تثبت ويندوز غير الموجود ممكن زي مسلا بعض الاجهزة اللي بيجي عليها نظام يوبونتو فتيجي تثبت ويندوز مايرضاش او ويندوز سيفن مايرضاش يثبت ويندوز تن فبتكون مقفولة برا من اعدادات في حاجة اسمها وحاجات كده في اعدادات بتضطر ان انت تغيرها فمش هنخش في الماتهات ولا الحوارات دي فيه برضو حل تاني ان يقول لك اه لازم تحول بتاعك من جي بي تي لي ام بي ار ودي شوية امتازات فيه الهارد برضو مش هنخش فيها وانا كنت شرحت الموضوع ده قبل كده من خلال فيديو من حوالي سنة او سنة وشوية اه انك تقدر تحيل المشكلة دي باكتر من طريقة ولكن النهاردة هجرب قدامكم الطريقة دي بدون ما تستعمل اي حاجة من الطرق دي بطريقة سهلة بسيطة جدا جدا. الاول يا جماعة لو انت حطت الفلاشة مكان اللي هو بيكون لونه ازرق يعني انا كده لو شلت الفلاشة من هنا لو اتلاحز هنا اللون هنا ازرق على عكس اللون اللي جنبه فلو انت كنت حطتها في المكان اللي لونه ازرق ده اللي هو غيرها وحطها في العادي العادي ده وتعمل وقرب تثبت من جديد. دلوقتي انا بستعمل من فلاشة. حرقت على فلاشة فبيجي لي الرسالة دي. في ناس بتفتي في الموضوع ده صراحة وبيقول لك ان الهاردة اصلا مش متعرف. طيب لو الهاردة مش متعرف انا لو جيت دلوقتي على فجاب لي المحتويات بتاعة البرتشينات الموجودة قدامك. حتى الرسالة اللي كانت برا دي لو كنت قريتها هو محتاج تعريف معين. دلوقتي هكنسل الموضوع والحل هو انك تغير اه الويندوز اللي انت بتستعمله او تحرق الويندوز على اه سي دي او دي في دي بالشكل ده كده. دلوقتي انا نفس الويندوز اللي حرقها هنا على الفلاشة هي هي نفس الويندوز اللي حرقتها على الدي في دي. وانا جربت الموضوع ده من شايع والحمد لله الطريقة نفعت وهذبت لكم الكلام ده. دلوقتي هشيل الفلاشة. ادي الفلاشة قدامي هي. وهحط الدي في دي هاي اللي معايا دلوقتي. وهجي اعمل للجهاز. دلوقتي هدخل على قايمة البوت بدوس على اف اتناشر طبعا لحسب كل جهاز بيكون مسلا في جهاز اف تسعة وجهاز او اف اتنين فعل حسب نوع الجهاز بتاعك انا عندي هنا اف اتناشر فهختار اه او دي في دي بتاعي فهيختار اي حاجة كده هدوس اي زرار عشان ندخل على اه اه بيعمل اللي ما فيها بتاعته طبعا دلوقتي بتيجي تختار اللغة بتاعتك كل وقت والعملة عادي مفيش مشكلة بدوس على هي هي نفس النسخة اللي انا حطيتها على الفلاشة هدوس على فهنلاحظ دلوقتي الفرق وانا متأكد الحمد لله من الكلام اللي بقوله لاني جربت الموضوع وعملته على نفس الجهاز ده من شوية فبالتالي حبيت اشارككم المعلومة دي لانها ممكن ما تجيش على بال حد فزي هاي شافين ما كانش بيجيب لي اصلا اه حقوق الترخيص والاستخدام دي فدوس على فجاب لي الرسالة بتاعت وكاستوم اصلا في لما كنت بس تعمل الفلاشة ما كانش بيجيب لي ولا فمعنا كده ان شاء الله انه هيدخل على اه البرتشنات هدوس على علشان تختار اللي انت عاوزه فبالتالي كل البرتشنات اللي موجودة عندك ظهرت على الجهاز ها هو زي احنا شافين قدامنا فبكده تكون قدرت تتحيل المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعض الناس ممكن ما يكونش جربها او معرفش ليه ما بيقولهاش اصلا فالموضوع مش محتاج تعقيد ولا حاجة احيانا بعض المشاكل اللي بنواجهها بيكون حلها بسيط جدا جدا ولكن ممكن ما تجيش على بالك وده موضوع طبعا بيحصل لاي حد علشان كده عملت الفيديو ده حبيت ان انا اشارككم بالمعلومة دي علشان ما حدش يواجه المشكلة دي تاني اه لان انا واحد عنيت فعلا من المشكلة دي وما كنتش اعرف السبب الرئيسي لها فهسيب لكم رابط موجود تحت الفيديو على طول على موقع تكنو عربي الموقع الرسمي لقناة احمد الجرنوسي هكتب لكم فيه كل الاسباب الممكنة او الحلول الممكنة للمشكلة دي برضو علشان لو حد لا قدر الله ما نفقتش معه الحل ده وهسيب لكم الفيديو اللي انا شرحته قبل كده فيه اكتر من طريقة لحل المشكلة دي فكل الرابط دي هتلاقوها في الديسكريبشن او لصف اللي تحت الفيديو على طول ان شاء الله واخيرا بعد ما شفت الفيديو اعتقد انك فهمت المشكلة دي وسبابها الرئيسي بالضبط وازاي تقدر تتعامل معها وتحلها مع اي جهاز بقى تقابله ففي بعض الاحيان بتكون شايف ان المشكلة كبيرة ولكن الحل بتاعها بيكون بسيط او ما بيجيش على بال حد وده طبعا امر طبيعي وبيحصل مع اي حد وحصل معايا اكتر من مرة فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان افيتكم به والكل يستفيد وطبعا لو المشكلة تحلت معاك يا ريت تسيب لي رد في او التعليقات تحت الفيديو علشان غيرك يشوف التعليق واستفيد ولو المشكلة ما تحلتش او في اي مشكلة تانية اظهرت لك يا ريت برضو تسيب لي استفسارك او تعليقك من خلال التعليقات وان شاء الله هرد عليك انا دايما بشوف التعليقات وبرد عليها باستمرار وهسيب لكم رابط موجود تحت الفيديو فيه الموضوع كامل مكتوب على موقع تكنو عربي وبعض الحلول برضو هتلاقها من خلال الرابط ده والفيديو اللي انا كنت شرحتي فيه حل المشكلة دي برضو هسيبه لكم علشان تجمعوا اكبر قدر ممكن عن المعلومات وعن المشكلة دي وما تواجههاش تاني من خلال آآ الكمبيوتر فده بكل بساطة كان شرح الموضوع يا ريت في الاخر منستاشي دعمني بانك تعمل لايك للفيديو اللايك ده بيشجعني جدا جدا وبيخلينا استمر في اني اعمل فيديوهات ويا ريت تتابع حسابي الشخصي على الانستجرام الخاص بالتكنية جرنوسي فورتيك وصفحتي جرنوسي فورتيك وموقعنا موقع تكنو عربي بنزل عليه اجد البرامج وشرحات واخيرا منساش تعمل من الايكون الحلوة الجميلة المدورة دي واشوفكم في درس جاي ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته